أفضل وأسرع فيديو لشرح كل صفات السيارة اللي رح تشوفها بحياتك أول شي صف السيارة الموازي أو جنب الرصيف خلي بينك وبين السيارة حدود النصف متر ارجع للخلف وإذا وصل مسناد راسك الخلفي عند ضوء السيارة أو الشباك الصغير عند ضوء السيارة هذه اللحظة لفة الستيرنج لفة كاملة على الأخير على اليمين وإذا وصلت امرأتك الخارجية عند ضوء السيارة هذه اللحظة لفة الستيرنج لفة كاملة على اليسار على الأخير وانتبع على امرأتك الخارجية إذا شفت الرصيف كامل هذه اللحظة عدل أو جلس الستيرنج وكما تشوفون بهذه الطريقة اجت السيارة بنص الباركينج الباركينج الثاني صف السيارة للخلف بين سيارتين قدم سيارتك سيارتين للأمام أو خلي مرايتك الخارجية عند خطة الثالث والمسافة تكون بينك وبين السيارات متر لفة الستيرنج لفة كاملة على اليسار وكما تشوفون بهذه الطريقة راح تجي سيارتك بين سيارتين وهذه تطبق على أكثر السيارات وعند الخروج من الموقف لا تلفة الستيرنج فورا بهذه الطريقة ممكن تضرب السيارة اللي جنبك الأفضل خلي سيارتك تتقدم للأمام ومرايتك الخارجية تقطع السيارة بهذه اللحظة لفة الستيرنج بهذه الطريقة تكون آمنة وما تضرب السيارات اللي جنبك ونتوجه إلى صف السيارة للأمام انتبه على حواليك والنظر يكون جداً مهم بكل الصفات خلي بينك وبين السيارات حدود المترين وإذا وصلت كتفك بنصر السيارة لجنبك هذه اللحظة لفة الستيرنج كامل على اليسار على الأخير بهذه الطريقة تجي سيارتك في الباركينج ومتى توقف السيارة إذا سيارتك جاي تتقدم للأمام خلي الرصيف يكون تحت مرايتك الخارجية بهذه الطريقة إذا وقفت تكون عندك مسافة حدود 30 سنتيمتر بينك ومين الرصيف وعند الخروج لا تلف الستيرنج فوراً خلي مرايتك الخارجية تخرج بعد السيارة اللي جنبك ولف الستيرنج كامل على الأخير إن شاء الله هذا الفيديو فاتكم كتبونا بالتعليقات أعطونا العجابات ولا تنسونا الشير على مدى الناس الأخرى تتعلم عبنان الطاهر